لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب صحفي دكتور عبد الوهاب بدرخان ومن بيروت الصحفي أحمد عياش. أهلا بكم ضيفاء الكريمين. أبدأ معك دكتور عبد الوهاب. إذن هذا المجلس النواب وافق على هذا المشروع. مشروع القانون الذي يقيد قدرة ترامب على التحرك عسكريا ضد إيران. ما القيمة العملية لهذا القانون؟ أولا. مش الدكتور. القيمة العملية هي أن المجلس النواب عمليا وضع على الأقل عقبة صغيرة أمام الرئيس ترامب إذا أراد أن يشن حرب. لا يستطيع أن يفعل ذلك الآن لأنه أصبح إلى حد ما ملزم بالعودة إلى كونغرس لكي يبرر لماذا يريد أن يشن حربا على إيران. المضمون الذي صدر أمس لا قيمة له لأنه ليست هناك قوات يمكن اعتبارها موضعة بشكل قتالي مع إيران. كل القوات الموجودة في العراق أو في سوريا كلها موجهة ضد الإرهاب. وبالتالي هذا مجرد قانون احترازي بسبب تداعيات اغتيال قاسم سليماني وما مسلته من إمكانية تصعيد يصعب السيطرة عليه. سأعود إليك في هذه النقطة في مسألة عدم وجود قوات وماذا عن ما حدث في قاعدة التاجي في العراق والذي على إثرها تم إصابة جنديين. ولكن اسمح لي قبل أن أعود إليك في هذه النقطة. أشكت معنا ضيفنا من بيروت سيد أحمد عياش وأجد الترحيب بك معنا. سيد أحمد إلى أي مدى برأيك تتفق بأنه لا قيمة عملية لهذا القرار في تقييد قدرة ترامب بأي أن كان بالتحرك عسكريا أو بسحب قواته من المناطق العربية في حال نيته التوجه عسكريا أو التحرك عسكريا ضد إيران. مساء الخير تحياتي لك وللصديق الزميل السيد عبدالوهاب بدرخان. طبعا لا شك أن إذا أخذنا الإطار العام لما صدر عن الكونغرس الأمريكي حيث الغلبة للديمقراطيين. ونحن نعلم أن هناك صراعا محموما ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الكونغرس. خصوصا بعدما أصبحت الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي للحزب الخصم. القضية ليست بنت ساعتها هذا صحة التعبير. ليس القضية لها علاقة فقط بما يحصل ميدانيا في الفترة الأخيرة. ولكنها لها صلة بهذا الصراع والتنافس. ونحن نعلم نحن الآن في سنة الانتخابات. الانتخابات الرئاسية هي مرحلة حريجة جدا. كل طرف يحاول أن لا يسمح للطرف الآخر بتسجيل النقاط. لكن هذا في الإطار العام. وطبعا لا شك أن جوابا على السؤال فعلا لا يمكن استباق الأحداث. ولكن هناك الفيتو الذي يتمتع به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. القضية تعود إلى أكثر من حوالي 19 عاما منذ 9-11 عام 2001. الأحداث الشهيرة التي أدت إلى أعطاء الرئيس الولايات المتحدة صلاحيات استثنائية. ولا زال الأمر مستمر منذ ذلك الحين. في كل هذه الصورة نجد أنه خصوصا على المستوى الميداني. الوقاعة الميدانية ربما ليست لمصلحة الكونغرس الأمريكي. عندما ذهب الكونغرس الأمريكي في هذا القرار الذي حصل بالأغلبية. في مقابل المعارضة الأساسية من الجمهوريين. كانت الأحداث على الرارض التجريب في اتجاه إعطاء مشروعية. لكي يكون موقف الرئيس الأمريكي صلب. من خلال ما حصل مع القاعدة العسكرية الأمريكية في التاجئة. في الساعات الماضية. وقبل ذلك هناك جنديين أمريكيين سقطوا أيضا في المواجهة مع داعش. في إحدى المناطق في العراق. إذن هذه القضية الميدانية ليست لمصلحة من يحاول التقليل من أهمية أن يكون هناك حرية حركة للرئيس الأمريكي. للقوات الأمريكية للبنتاجون. لكي يستجيب للتحديات. ونحن نعلم أن التحديات اليوم هي ممزوجة بالدم. نحن نعلم في السابق. فقط التهديد بأن سقوط أرواح في صفوف القوات الأمريكية هي الكفيلة بإطلاق العنان لغدة فعل. فكيف الحال ونحن نشاهد؟ أعود إليك أستاذ عبد الوهاب للتعليق على مسألة هذا الهجوم الأمريكي. الهجوم على القاعدة التاجي. وإصابة ومقتل جنود أمريكيين. بالتالي هذا القرار لن يسمح للولايات المتحدة بالإقدام على أي رد فعل على ضوءه؟ يعني عمليا السيناريو يشابه ما حصل سابقا عندما هاجم الحشد الشعبي قاعدة في كوركوك. وقتل فيها متعاون أمريكي. نفس السيناريو على قاعدة التاجي. إنما الآن الكل يترقب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف أو ستضرب هدفا إيرانيا بحتا كما فعلت مع سليماني. في السابق قصفت في نفس المنطقة ما بين سوريا والعراق كتائب حزب الله العراقي. والآن كتائب الحشد الشعبي. إنما هناك ترقب من المراقبين داخل العراق والمحللين. لأنه لابد أن يكون هناك ضربة أخرى. لأن هذا هو ما توعدت به الإدارة. الإدارة الأمريكية قالت أنها منذ بضعة شهور حزرت إيران أنه في حال ضربت أهداف أمريكية. وقتلت جنود أمريكيون. فإن الهدف سيكون إيراني أيضا. هذا هو المتوقع. هذا القانون لا يمنع ترامب من التحرك. أولا لأن هذا القانون لا يزال لم يوقعه. وربما يستخدم الفيتو ضده. هل بمقدور ترامب استخدام الفيتو وتجاوز هذا الموضوع ورفض التشريع؟ بكل بساطة يستطيع. لأن هذا يقيده ويقيد البنتاجون. ولم يحصل هذا إلا في حالات قليلة جدا في تاريخ الولايات المتحدة. إلا في حالات فعلا يكون فيها إجماع من الجمهوريين والديمقراطيين على استبعاد أي إمكانية حرب. نعم، ما رأيك سيد أحمد؟ هل بالفعل بإمكان ترامب رفض هذا التشريع؟ أم هل يتوقع أن يحصل أي من مجلسي الكونغرس على الأصوات المطلوبة لإلغاء الفيتو المحتمل لترامب؟ أنا أذهب وأؤيد بابا. ذهب إليه الأستاذ عبدالوهاب. فعلا نحن ذاهبون إلى مشهد سيتكرر فيه ما حصل في الأوينة الأخيرة. حينما يصدر الكونغرس قرارا هناك سد منيع في البيت الأبيض وأيضا هناك مؤازرة من الجمهوريين. لا ننسى أن مجلس الشيوخ الذي يملك هذه الصلاحيات الكبيرة جدا أيضا يقف في البنرساد. من أجل أن لا يسجل الديمقراطيون أي مكسب في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن مرحلة حرجة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد أن رئيس ترامب ذاهب إلى استخدام الفيتو. لن يحظى هذا الأمر بأي فرصة لكي يبصر النور. ونحن أمام مشهد متدحرش في الشرق الأوسط. لا نعلم إلى أين ستقود الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية في زمن هذه الإدارة. هناك مواجهة عنيفة وشرسة على مستوى الحسابات فيما يتعلق بين واشنطن وطهران. إغتيال قاسم سليماني كان المؤشر الأكبر. أن هناك مرحلة جديدة بدأت منذ يناري الماضي حتى اليوم. هناك مرحلة جديدة بدأت. وأعتقد في الأشهر المقبلة كل الاحتمالات مفتوحة. الإدارة الأمريكية وخصوصا أن الرئيس ترامب ذاهب إلى ولاية ثانية. يملك كل المبررات لكي يذهب في مواجهة أشد. في المقابل الطرف الإيراني أيضا متأهيب. النظام الإيراني هو على المحك اليوم. بعد كل هذه الخسائر. خسائر على مستوى ما حصل. أنا أعتقد أن الأمر مفتوح. إذن دخول الديمقراطيين اليوم ليس هو في الوقت المناسب لكي يقيد حركة الرئيس الأمريكي. حتى لو فرضنا أن هذا القانون مرر. ولم يجرى هذا الفيتو الأمريكي. الهجوم على قاعدة التاجي أيضا أسقط قتيلا بريطانيا. هل برأيك بإمكان دونالد ترامب أن يلتف على هذا القانون عبر الاعتماد على بريطانيا. في أي رد فعل على الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ هذا يعتمد على. قبل أن أجيب على هذا السؤال. مشكلة هذا القانون أنه يرسل إشارة أو رسالة سيئة إلى إيران. يطمئنها. وبالتالي هذا لن يكون له شعبية داخل الأوساط الإدارة الأمريكية. أما بالنسبة إلى بريطانيا. أعتقد أنها تفضل أن تعمل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة. أولا لأنها ليس لديها الكثير من القوات. ولا الكثير من المعدات في المنطقة. وثانيا لأنها يجب أن تقرر في حال تريد أن تضرب مثلا معسكرا لحشدة الشعبي. ماذا ستكون ردود الفعل حتى داخل العراق. لا العمل سيكون بشكل مشترك على الأرجح. طيب ننتقل.